احتجاجات لموظفي شركة صافر النفطية تعيد لفت الانتباه لهذه الشركة التي تحيط عملها بالكثير من الغموض فقد أصدرت الجمعية العمومية لموظفي شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج بيانا استنكرت فيه ما قامت به الإدارة العليا للشركة مؤخرا من إضرار بحق موظفيها البيان اتهم الشركة بحرمان معظم موظفيها في صنعاء وخط الأنبوب والإدارة البحرية من مستحقات مالية قانونية بانتقائية وبدون وجه حق معتبرا ذلك سابقة خطيرة رغم استمرار الشركة بالقيام بعمليات الانتاج كانت اللجنة النقابية لموظفي شركة صافر قد رفعت مذكرة أكدت فيها أن الإدارة العليا للشركة قد خلقت فجوة واسعة بين أقسام العمل الإداري من خلال استفرادها بالقرار وعدم الشفافية والمعايير الشخصية وأن هناك عدم ثقة بين الموظفين والمسؤولين في الشركة اللجنة طالبت شركة صافر بالتزام الشفافية في الميزانية التشغيلية غير أن ما تكشفه بعض الوثائق يتجاوز ما أورده بيان اللجنة النقابية لما هو أخطر من ذلك إذ يكشف تقرير الانتاج اليومي لشركة صافر حجم الفاقد في الانتاج الذي تعلن الشركة عن خسارته بصورة يومية يقول التقرير إن حجم الانتاج يتجاوز أربعة عشر ألف برميل يوميا غير أن بيانات التقرير تظهر أن الكميات التي تذهب للتقرير قرابة سبعة آلاف برميل يوميا أي ما يعادل نصف الانتاج اليومي فيما يظل النصف الآخر محل شكوك وعلامة استفهام كبيرة تقرير الانتاج اليومي هذا بعد أن تم كشفه للرأي العام تم إيقافه مؤخرا والتكتم عليه من قبل الإدارة وهو ما قبل بانتقادات واسعة وسط اتهامات لشركة صافر بأن هذه الخطوة تعد انتهاكا لقوانين الشفافية والبيانات المفتوحة في الصناعات الاستخراجية جدار من العزلة تحيط به قيادة صافر نفسها مما يجعل منها قلعة حصينة يصعب كشف بياناتها خصوصا تقارير الانتاج وهو ما يحملها الكثير من الأسئلة ويضعها أمام المساءلة القانونية والشعبية